اشتركوا في القناة سيدنا سليمان عليه السلام في مرة من المرات كان يسيره بجيشه العرمرم جيش كبير جدا نحظة فجأة كده سيدنا سليمان عليه السلام وقف الجيش كله بأكمله ليه ليسمع كلام نملة النملة كانت بتقول ليه النملة كانت بتحذر أخوتها وتحذر يعني العيلة أو بتحذر النملة كله من سيدنا سليمان ومن جيش سيدنا سليمان فقد تقول لهم ادخلوا بيوتكم وادخلوا مساكنكم لأن سيدنا سليمان لو عد عليكم سيحطمنكم ويقتلكم سيدنا سليمان لكن بدون أن يشعر سيدنا سليمان عليه السلام سيدنا سليمان لم يشعر أو لن يشعر بأنه مثلا قتل نملة أو قتل نملة فقد تقولوا ادخلوا بيوتكم وادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون سيدنا سليمان عليه السلام سامع الحوار ده كله بين النملة وبين النمل فوقف متبسما وضاحكا ويستشعر نعمة ربنا عليه إن الله عز وجل أنعم على سيدنا سليمان بنعم عظيمة جدا من ضمنها أن يعرف منطق الطير وكلام الطير قال ربنا تبارك وتعالى حتى إذا أتوا على وادي النملي قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين من هذه القصة استفيد إن لما ربنا يعلم عليك بنعمة لما ربنا يديك حاجة كويسة احمد الله تبارك وتعالى واشكر الله تبارك وتعالى ولا تتكبر ولا تعاند مع الله عز وجل سيدنا سليمان أعطاه ملك لكن مع ذلك قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك سيدنا سليمان كان شاكرا لنعمة الله تبارك وتعالى أيضا نتعلم أن حب الخير لغيرك وحب الخير يعني للناس جميعا النملة كانت ممكن تهرب مع نفسيها أو تهرب لوحدها وما تقولش للنام لخلوا بالكم لكن استشعرت المسؤولية وحبت الخير لغيرها فقال ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الحامدين ومن الشاكرين وصلى الله وسلم وبارك على مولانا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين